مجلس الوزراء أن هذا الإنجاز الرياضي المتحقق اليوم يأتي مكدادا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتبرهن على ما يمتلكه أبناء البحرين من عزم وإرادة من أجل تطوير القطاع الرياضي في المملكة مشيدا بفوز سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وقيادتي للفريق الملكي للقدرة في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير الذي يضاف إلى سجلات الوطن الحافلة والتي هي مبعث فخر واعتزاز للجميع أشاد سموه بفرسان الفريق الملكي للقدرة وما بذلوه من جهود في البطولة لتحقيق أفضل النتائج مؤكدا أن بعزمهم تواصل المملكة تحقيق تطلعات الرياضية المنشودة التي تسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستويات الإقليمية والدولية